هذا وتأتي احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية وهي تنعم بالتطور واللماء والازدهار في ظل نهضة شاملة تسير وفق خطة تنموية طموحة نهضة شاملة تعيشها دولة الكويت الشقيقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية في مسيرة صلبت الأركان طموحة الرؤى تعتمد التحديث والتطوير نهجا في شتى المجالات بقيادة أميرها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتفاف شعبها حول قيادته في صورة تعكس روح الأسرة الكويتية الواحدة المترابطة بدأت ترتسم ملامح النهضة الكويتية مع بزوغ الاقتصاد الكويتي كأحد أهم الاقتصادات في المنطقة ووصلت السعي برؤية قيادتها وجهود أبنائها لتكون منارة اقتصادية بارزة فأقرت خطة تنموية طموحة لبناء مشاريع حيوية تنهض بالكويت وتحولها إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار مع تنويع مصادر الدخل لصنع مستقبل مشرق ولإيمانها بأهمية التعليم في صياغة المستقبل أولت الكويت أهمية بالغة للخدمات التعليمية في مستوياتها كافة بدأ من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي فكانت رائدة في هذا الجانب ما جعل أبنائها على درجة عالية من التأهيل العلمي والعملي الذي مكنها من توجيه الجهود والطاقات لمواصلة مسيرتها التنموية ثقافيا تعتبر الكويت مركز إشعاع ثقافي لإسامها في صنع المحتوى الثقافي العربي أتهيئة البيئة المثلى للإبداع إذ شيدت الصروح التي تخدم الحراك الثقافي بشتى أوجهه مما يؤكد أن المجتمع الكويتي مجتمعا منفتحا متقبلا للثقافات كما تتمتع الكويت بتجربة ديمقراطية متميزة حيث يلعب مجلس الأمة دوره بصفته مؤسسة سياسية تساهم بفاعلية في رسم معالم المشروع التنموي الكويتي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ورافق ترسيخ التجربة الديمقراطية مكتسبات كبيرة تحققت للمرأة الكويتية في أجواء من الحرية انتشار الصحف والمنابر الإعلامية تبقى مساهمات الكويت وأيديها البيضاء في مساعدة كل محتاج في مختلف دول العالم دلالة كبيرة على حضورها ودورها الإنساني العالمي بشكل بارز فاستحقت عن جدارة تسميتها من قبل الأمم المتحدة بمركز العمل الإنساني كما منح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب أمير الإنسانية إن هذا التكريم الذي حضينا به هو تكريم لأهل الكويت وتقدير لمسيرتهم الخيرة في البذل والعطاء والممتدة من ذا الغلم والتي ستظل مستمرة إن شاء الله إنها ليست كويت وكفا إنها بيتا ومع الله ونجاب